قل إلى السليمانية حيث كشفت منظمات مدنية في تقريرها النصف السنوي عن وضع العمال في القطاع الخاص في المحافظة وضواحيها المزيد حول الموضوع انضم إلينا من هناك مباشرة مراسلنا شهار محمد أهلا بك شهار حدثنا أكثر عن هذا الموضوع نعم تفضى نعم تحية طيبة على الجميع طبعا يعني دوما ما تقوم المنظمات المدنية بدعم وتقييم وتقويم المراحل التي تقوم بها أو المشاريع التي تقوم بها حكومة تقليم كردسان والقوانين التي تصدرها اليوم منظمة دابين للتنمية الديمقراطية والبشرية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية الامريكية تقوم اليوم بالكشف عن تقرير النصف السنوي تقرير لمدة ستة أشهر بخصوص العمال في القطاع الخاص وأيضا يعني معرفة أو محاولة لتوعية بحقوق العمال لقانون 1971 الخاص بالصندوق التقاعد وأيضا نظامات الاجتماعي إضافة للقانون الذي يعد إلى آخر مرة في إقليم كردسان عام 2012 وهو قانون العمل يعني تقوم اليوم هاتين المنظمتين بطرح هذا المشروع ومدته سنتين يعني خلال هذه السنتين هذه أول ستة أشهر من هذا المشروع سيكون حول حقوق العمال في القطاع الخاص إضافة إلى ذلك أهمية التنوعية وأهمية التوعية باتجاه معرفة حقوقهم والمحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص نتحدث أكثر عن هذا التقرير وما تضمن هذا التقرير تنضم إليه سيدة دينا ديلير وهي يعني عضو في منظمة دابين لتنمية ديمقراطية والبشرية مرحبا بك معنا في الانضمامة نتحدث ماذا قمتم اليوم بالكشف عن هذا التقرير النصف سنوي عن ماذا تحدث أهلا وسهلا بكم نحن كمنظمة دابين عملنا على مشروع دعم وتعزيز العمال وذلك خلال هذه السنتين المشروع داعم من قبل منظمة نيد الأمريكية نحن خلال هذه السنتين حاولنا جاهدا العمل على توعية العمال ابتداء كمرحلة أولى المرحلة الثانية هي أن ندخل في موضوع أصحاب العمل أن يقوموا بضمان للعمال المرحلة الثالثة من المشروع هو الضغط على السلطات وذلك للعمل جاهدا على هذا المشروع وإدخاله ضمن الأولويات لوضع أكثر عدد من العمال داخل هذا القانون وحمايتهم وإعطائهم حقوقهم بما يكفي دينا دلير عضو في منظمة دامين شكرا لهذه الانضمامة طبعا كما سمعنا هي محاولة وهذا المشروع مقسم على ثلاث مراحل في المرحلة أهم من المرحل هي محاولة تقويم وتقويم المرحلة السابقة هذا المشروع كما قلت يستمر على مدة سنتين من أجل محاولة في تطبيق فقرات قانون أو قانوني الضمان الاجتماعي قانون لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي إضافة لقانون العمل والذي يعد إلى آخر مرة عبر برلمان أقليم كورتستان عام 2012 يبقى نقول أن في حدود محافظة سليمانية ومحافظة حلبشة إضافة للإدارة رابرين وقابريان هناك أكثر من أربعمائة ألف عامل في القطاع الخاص حتى هذه اللحظة التقرير النصف السنوي أو ستة أشهر كشف أن واحد وأربعين ألف أو أكثر من واحد وأربعين ألف فقط من أولئك العمال مسجلين داخل النقابات والاتحادات لذلك هم يحاولون يسعون عبر هذه التقارير وأيضا عبر مراحل التقويم وأيضا عبر مؤتمرات صحفية وندوات أن يقومون بأن يتم تسجيل أكثر عدد ممكن من العمال في القطاع الخاص داخل تلك المنظمات من أجل ضمان حقوقهم بالمجمل هذا جلم لدي اليوم عن السليمانية نعم نعم شيار محمد من السليمانية شكرا جزيلا لك